اشتركوا في القناة تنظيم مناسبة إحياء ذكر الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا وذلك في قصر الشعب ودوليا إلى تونس في زيادة رابعة خلال عام ميلوني تصل إلى تونس لدفع ملف مكافحة الهجرة تلكم كانت مقدمة النشرة وإليكم تفاصيلها من تلفزيون جيبوتي أهلا بكم بمناسبة إحياء ذكر الإبادة الجماعية في رواندا نظمت سفارة رواندا في جيبوتي بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية صباح اليوم الخميس في قصر الشعب نظمت حفلا مكرسا للعياء بذكر الثلاثين للإبادة الجماعية التي شهدتها رواندا والتي يتم الاحتفال بها كل عام بين إبريل ويوليو وترأسها صفير رواندا في جيبوتي برفقة وزير العلد وزير الشؤون الخارجية بالإنابة سيد علي حسن بعضون حيث وقمت تحت عنوان تجديد الذاكرة المؤحدة في إطار الاحتفال بذكر الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا وحضر هذه المناسبة أعضاء الحكومة والبرلمانيون وممثل منظمات الأمم المتعدة في جيبوتي شهدت هذه المناسبة دقيقة صمت تخليدا لذكر العائلات التي توفيت خلال مدحة التوتسي حيث رقيت كلمات للإشادة بالضحايا والانضمام إلى الشعب الرواندي وشارك في هذه المناسبة العديد من أعضاء الحكومة والصفراء المعتمدون لدى جمهورية جيبوتي كما شارك في هذه المناسبة العديد من شخصيات عسكرية ومدنية رفعة المستوى وتندرج هذه المناسبة في إطار إهياء ذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا واتقللت هذه المناسبة كلمات أشادت بجهود الحكومة الرواندية لقيادة البلاد نحو التنمية وتعزيز الثقافة المجتمعي في هذه الدولة وتندرج هذه المناسبة في إطار العلاقات الطيبة والتعاون المتميز بين جيبوتي ورواندا والآن نتابع كلمة الصفير الصفير الرواندي في جيبوتي مع زميل فيصل الأزهرية أتقدم بداية بخالص الشكر والتقدير إلى معالي وزير العدل السيدات والسادة الوزراء والسفراء والحضور الكرام على استجابتكم لدعوتنا ودعمكم المستمر لرواندا حيث نقوم ونجدد الذكرى للأرواح المفقودة في الإبادة الجماعية في عام 1994 ضد التوتسي من السابع أبريل إلى الثالث من يوليو من عام 1994 بداية من السابع أبريل ما زالت رواندا تحيي الذكرى الثلاثين للإبادة الجماعية ضد التوتسي في عام 1994 في رواندا تحت شعار تذكروا توحدوا وجددوا وفي هذا الصدد نجدد خالص الشكر والتقدير للحكومة والشعب الجبوتي الصديق لدعمهم المتكامل والمتواصل لإحياء هذه الذكرى الوطنية أنتم أيها الجبوتيون تقفون بجانب إخوانكم وخواتكم الروانديين ونحن نثمن مساهمتكم عاليا نحن نتواجد اليوم هنا لشرف الذكرى أكثر من مليون شخص الذين أصبحوا ضحية قبل ثلاثين عاما فقد لكونهم إثنية أو لانتمائهم إلى قومية التوتس كما نقوم في نفس الوقت بجانب هؤلاء الناجين من تلك الإبادة الجماعية والذين فقدوا دويهم وفي كلمة له أشار وزير العدل ومصلحة السجون المكلف بحقوق الإنسان وزير الشؤون الخارجية بالإنابة سيد علي حسن بهضون أشار إلى أن الشعب الرواندي أصبت قدرته على التحلي بالمرونة والإرادة القوية للتغلب على حدث بهذا الحجم والذي يصعب تخيله وأضف قائلا يصورنا نحن كجبوتين أن نرى بلدا مزقته هذه الإبادة الجماعية يصبح من بين الدول الرائدة في القارة ونموذجا يحتذى به في مجال الحكم الرشيد والتماسك الاجتماعي والاقتصاد الرقمي وتكنولوجيا معلومات والاتصالات وأكد أن رواندا برحنت على أن إفريقيا يمكنها التغلب على جميع مشاكلها إذا توافرت لديها الرغبة واستخدمت مواردها البشرية والمالية المتاحة استخداما جيدا وشدد في ذات الوقت على تضامن شعب الجيبوتي وحكومة ومع شعب رواندي مشيدا بالعلاقات والشراكة القائمة بين البلدين في ظل قيادة فخامة رئيس الجمهورية سيد سماعي الأمر القيل ونظيره الرواندي بول كاكامي شارك وفد جيبوتي رفيع بقيادة معالي وزير المالية والاقتصاد المكلف بالصناعة سيد لاسموس دوالي أمس في الاجتماع الاعتيادي لصندوق النقد الدولي برئاسة المديرة العامة سيدة كاترينا جورجيفا وفريقها مع دول منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان هذا وأدى السياق العام المتدهوي للوضع الاقتصادي والاجتماعي في بلدان العالم والذي أطعفته سلسلة من الأزمات منذ عام 2020 إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي وقد أثر ذلك بشكل كبير على منطقة شرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإضافة لذلك فإن ارتفاع أسعار الفائدة في السوق الأمريكي بشكل مزر يشكل مزر قلق آخر ولأول مرة تتحصن أفاق الاقتصاد العالمي بشكل ملحوظ مع نمو متوقع بنسبة 3.2% وتباط التضخم وتناول رئيس الوفد الجوتي سيليا سوسيا الدوالي عن الوضع الخاص لجمهورية الجوتي التي رغم صغر حجمها تحتل وتتولى مكانتها البارزة كدولة تساهم استقرار المنطقة بأكملها قام وزير الدفاع المكلف بالعلاقات مع البرلمان سيد حسن عمر محمد برهان برفقة رئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركن الزكريا شيخ إبراهيم قاموا بزيادة تفقدية في الصفينة الحربية التركية التي تتوقف في جوتي لأول مرة وقد تم ترحيب الوزير ورئيس الأركان العام للقوات المسلحة وسلطات الجوتي بكل حفاوة لدى وصوله إلى مطن الصفينة التركية التي تعد رمز التعاون والصداقة بين البلدين تواقم هذه الصفينة وقد تحت هذه الفرصة للوزير والفريق الركن الزكريا شيخ إبراهيم فهم استراتيجات الدفاع البحري التي تقدمها البحرية التركية بشكل أفضل وتميز الحدث بتوقيع سجل الزوار الخاص بالصفينة من قبل وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العام للقوات المسلحة الوطنية الفريق الركن الزكريا شيخ إبراهيم مما يؤكد الالتزام المتبادل ومواصلة التعاون الثنائي بين جوتي وتركيا كما تم التقاد صورة تذكارية تحت علم جوتي وتركيا لتقليد هذه اللحظة الرمزية للشراكة والصداقة استقبل وزير الداخلية سيد سعيد نوح حسن يوم أمس الأربعة بمكتبه وفدا إثوبيا رفيعا برئاسة المدير العام لقسم الهجرة لجمهورية إثوبيا الفيدرالية وشارك في هذا الاجتماع صفير إثوبيا لدى جوتي برهان تسكاي وعدد من كبار المسؤولين الإثيوبيين ومن الجانب الجوتي شارك في هذا الاجتماع المنصق الوطني للهجرة على قيد عبدالقاد إبراهيم غونا ومدير الهجرة على قيد ديني سيام عقيري وركز اللقاء على المواضيع ذات الاهتمام المشترك والأمن بين البلدين ولأسيما المشاكل المتعلقة بالهجرة غير النظامية كما تم تركيز على إيجاد الصول ووصائل الكفيلة لمكافحة هذه الهجرة شارك معالي وزير الطاقة المكلف بالموارد الطبيعية سيد يونس علي قيدي شارك في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال الدولة الرابعة عشر لجمعية الوكالات الدولية للطاقة المتجددة ومثل الوزير يونس علي قيدي جمهورية جوتي في هذا الاجتماع الهام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة وكان على رأس وفد المكون من صفير فوق العادة ومفوض لجمهورة جوتي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة والمثل دائما لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة سيد نوسى محمد أحمد ومستشار الفنية سيد مهدي وابري ومدير الطاقة سيد جوليد محمد الجامعة أقيم يوم أمس الأربعاء في معهد الدراسات الدبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية ورشة عملنا لعرض والتشاور مع ممثله الجهات المعنية حول انتائج التقييم المستقل واستجابات إدارة برنامج الأمم المتحدة الإلمائية وضمت الورشة التي ترأسها الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سيد محمد علي حسن العديد من المشاركين بما في ذلك شخصيات حكومية وممثلون من برنامج الأمم المتحدة الإلمائية وكان من بين شخصيات الرفيع المشاركة مدير العلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية صفير جيل إدرس أمر والمدير العام للوكالة الوطنية لذوي احتياجات خاصة السيد عالي سعيد محمود وغيرهم من المسؤولين وكان الهدف من هذه الورشة عرض نتائج التقييم المستقل لبرنامج الأمم المتحدة الإلمائية في جوتي وجمع التعليقات على صحاب المصلحة على ردود إدارة البرنامج الإلمائي أجل أفريق من الخبراء التقييم المستقل الذي ركز على فعالية وكفاة البرنامج الإلمائي في جوتي كما بحث التقييم مدى أهمية هذه البرامج لأولويات التنمية الوطنية وفي كلمة له أشار الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية سيد محمد علي حسن إلى الأهمية التي تكتصيها هذه الورشة في إطار عرض مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإلمائية تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث دكتور نبيل محمد أحمد وفي إطار التعريف بالعمل البحثي الذي ينفذه مركز الدراسات والبحوث الجوتي وقيمة رشة عمل بعنوان النظام الإسمي وفعل التسمية في اللغات الكوشية المنطوقة في القرن الأفريقي حيث نعقدت هذه المناسبة اليوم الخميس بقاعة المؤتمرات في مركز الدراسات والبحوث الجوتي الطابع لوزارة التعليم العالي والبحث ترأس الحفلة المدير العام للمركز التربوي للبحوث والإلماء والمدير مع هذه اللغات الجوتي يا سيد محمد حسن يعرض هذا البحث مقالات حول هذه اللغات خلال هذا الحدث الذي نظمه مع هذه اللغات بجوتي تم تطوير هذه البحوثات التي تركز على محورين المحور الأول دراسة النظم الإسمية في اللغات الكوشية من منظور مقارن بينما يتعلق البحث الثاني طبيعة انثروبولوجيا أكثر يستكشف فعل الإسم في اللغات الكوشية والتي يتحدث بها ساكن القرن الإفريقي كما يأتي مؤلف المقالات المختلفة من مؤسسات مختلفة مثل المعهد اللغات في جوتي والمعهد المستقل لأبحاث القرن الإفريقي وجامعة التورين في إيطاليا وجامعة توريز في فرنسا واللغات الإفريقية وفي مداخلة لمدير عامي مركز الدراسات والبحوث الجوتي سيد جلال الدين أشار في هذه المناسبة إلى الأهمية التي تكتصي هذه البحوث التي تتعلق باللغات الكوشية من منظور مقارن أو من منظور نبطي وأشار إلى أن هذه البحوث ركزت بالدرجة الأولى على دراسة النظم الإسمية في اللغات الكوشية حيث قدم شكرا لكافة المشاركين في هذه المناسبة حسب قول الدكتور جلال الدين محمد مدير عام مركز الأبحاث والدراسات بجيبوتية نظمت الوكالة الوطنية لذوي الاحتياجات الخاصة نظمت اليوم حفلة تسليم شهادات تدعى صديقة الأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بقاعة الاجتماعات التابعة للوكالة في هرموسة ترأس حفلة افتتاع المدير العام للوكالة الوطنية للأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة السيد علي سعيد محمود وحضر هذه الحفلة المدير العام لمجموعة الجميل ومسؤولون في الوكالة الوطنية للأشخاص الذوي الاحتياجات الخاصة ويأتي الحفل في إطار تعزيز ومشاركة والدمج وتكافل فرص لصالح الأشخاص الذوي العاقة وأخيرا قدم المدير العام للوكالة الوطنية للذوي الاحتياجات الخاصة شكرا شهادة لمدير شركة مجموعة الجميل السيد أسامة الجميل لالتزامهم بتعزيز الإدماج المهني لهؤلاء الشريحة والآن نتابع كلمة مدير عام الوكالة الوطنية لذول الاحتياجات الخاصة أحييكم جميعا الحضور الكرام في هذا الحفل البهيج وعلى رأسهم أسامة مدير العام لمجموعة الجميل الذي سنسلمه اليوم شهادة الاعتراف والتقدير على مساهمتهم في توظيف الأشخاص المعاقين حتى قبل سدور مرسوم رئاسي أو القانون الوطني إن مجموعة الجميل هي شركة ألقت على عاتقها أن توظف المعاقين وخاصة ضعاف السمع ويشهد ذلك كل من يزور محلات الجميل وهذا أمر مفخر ولذلك نحن المسؤولين في الوكالة الوطنية للأشخاص ذوي العاقة قررنا أن نكافئ مجموعة الجميل على مساهمتهم الوطنية واعترافهم بأن كل مواطن جبوتي معاق له الحق في الحياة الكريمة والتوظيف ككل مواطن عادي وهو شرف يستحقه مجموعة الجميل من قبل كل شخص معاق جبوتي ونحن نعتقد أن الأشخاص المعاقين يحسنون العمل في كثير من المجالات أكثر من الأشخاص الآخرين ونحن نشعر بالفخر وسعادة بأن نسلم هذه الجائزة التقديرية لأخينا أسامة وهي أول شركة خاصة تتسلم هذه الجائزة ونقول لهم ألف ألف مبروك ونحث الشركات الأخرى أن يحذو حدو شركة الجميل بوقوف جانب إخوانهم المعاقين نظمت القيادة العليا لدرك الوطني دورة تدريبية تمتد لمدة أسبوعين في المدارسة الدولية لتدريب شرطة القضائية الكائنة في نقطة كيلو 23 لصالح قادة الألوية الإقليمية والبحثية للدرك الوطني تهدف هذه الدورة التدريبية التي قدمها خبيران من الدرك الفرنسي الأصيما من المركز الوطني لتدريب العاملين في الأمن العام تهدف إلى تعزيز المعرفة المقتصبة في التخطيط العملياتي والإدارة لأفلال الوحدة ومواردها وكذلك استقبال ودعم ضحايا لأعمال الإجرامية كما تهدف هذه الدورة إلى تذكير وتدريب المتدربين بمبادئ العنظمة العسكرية المنظمة لقوات الدرك ودمجها مع عاشدة الأمن العام التي تعمل فيها الألوية بشكل يومي تجدر الإشارة إلى أن قادة كافة ألوية جمهوري جمهورتي سوان العاصمة أو المناطق الداخلية شاركوا في هذه الدورة التدريبية تلتزم القيادة الأولية لقوات الدرك الوطني بتدريب أفرادها وعلى رأسها أفراد الوحدات القضائية التي لها اتصال دائم بالسكان كشفت أحدث بيانات تقصي عن تنوع الظروف الممطرة في مناطق جيوتي تأثرت مناطق معينة من التراب الوطني بأمطار غزيرة لكن وقد تلقت هذه المناطق كميات كبيرة من الأمطار وتسلد هذه الاقتلافات ضوء على أهمية مراقبة الظروف الجوية المحلية إقليمياً منطقة شرق إفريقيا تشهد أمطار غزيرة منذ أكتوبر الماضي تشهد بلدان شرق إفريقيا أمطاراً غزيرة تسببت فيضانات أدت إلى مقتل أكثر من ثلاثمائة شخص في المنطقة كما أدت الأمطار الغزيرة إلى إتلاف البنية التحتية وإجبار الأشخاص الذين يعيشون في المناطق المعارضة للفيضانات على النزوح وفي كينيا غمرت مياه بحيرة التنجع نيقى مئات المنازل في أحد أكبر أحياء الصيد في مدينة كاليمي وحذرت إدارة الأرصاد الجوية الكينيا من أن البلاد ستشهد هطول أمطار غزيرة للغاية وطلبت من الناس الاستعدادة للفيضانات ومن المتوقع أن تصل الأمطار إلى دروتها مع نهاية شهر إبريل الإجارية من كينيا إلى تونس حيث وصلت رئيسة الوزراء الإيطالية سيدة جورجيا ميلوني إلى تونس يوم أمس الأربعة بغية تتطرق مع رئيس التونسي مواضيع الهجرة ومكافحتها هذا وتمحورت زيادة جورجيا ميلوني الرابعة خلال العام حول مكافحة الهجرة غير الشرعية وكذلك محاربتها في يوليو عام 2023 أبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقاً مع تونس تنص على التقديم المساعدة للتونس التي يمر بمنطقة الطراب الاقتصادي وفي المقابل يجب على تونس أن تساعد في وقف تدفق المهاجرين إلى أوروبا وأخيراً إلى صفحة الرياضة نجح ريال مدريد في التغلب على العاصفة وأسكت الجماهير وأنها أخيراً سيطرة ماشستر سيتي القصيرة على دوري أبطال أوروبا قطع ملوك أوروبا خطوة أخرى حول لقاب الخامس عشر في المسابقة التي يهيمنون عليها بعد فوزهم أربعة مقابل ثلاثة بركات الترجيع يوم أمس الأربعة على ملعب الاتحاد منذ عام الفين وظل باير يأمل في نهاي الموسم باللقاب بعد ثلاثة أيام من إنهاء باير ليفر كوزن أهدى باير الذي دام أهد عشر عاماً كالأبطال ألمانيا ومنذ عام الفين وخمسة يلتقى باير وأرسنال في دوري سادس عشر لدوري أبطال أوروبا خمس مرات وطاح الفريق الألماني بأرسنال في كل مرة ويواجه باير الملوك في نسو نهائي ريال مدريد بينما يواجه بايري سانجغمان ببوروسيا دورتمودا إلى هنا أعزائنا المشاهدين تنتهي نشرطنا الإخبارية نشكركم على حسن الإسقائي والمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة